الدنيا اضغارت دلوقتي الفترة الاخرانية بعد طبعا زيارة مجلس دارة النادي الاهلي لنادزة مالك نعم طبعا الأمور هيدية خالص طبعا مش هنقدر يعني السوشيال ميديا نتحكم فيها أو زي ما كلنا عارفين أنا كل واحد منحقه يقول لو أعايزه حتى على مستوى الفضائيات برضو العملية قلت ولو أنه لسه برضو في بعض الناس المعروفة اللي الناس عارفها يعني صحيح لسه برضو في حتة التعصب وصارت الفتنة والكلام ده بس الموضوع يعني هدي هدي عن السنين اللي فاتت متشارة أهلي وزمالك بتبقى عيد وإحنا خارجين من العيد صحيح ودي تكملة طبعا للعيد نتمنى طبعا أنه هو يكون مباراة طبعا وجهة الكرة في مصر أهلي وزمالك يطلع تطلع المباراة من ناحية الفنية والناحية الأقلاقية والناحية التنظيمية يعني تبقى طبعا ممتازة زي المباراة زي ما كابتن مهار بيقول اللي كانت السنين اللي فاتت بتلاعب بره زي السوبر والكلام ده بتلاعب في الأمورات أو السعودية بيبقى فيه تنظيم كويس وبقى فيه التزام من الجمهورين بيبقى مالين طبعا من مدرجات أنا ما بشكش في أن احنا يبقى بكرة فيه التزام كويس جدا طبعا من كل النواحي سواء من اللاعبين أو من الجمهور أو من كل حاجة زي ما كابتن مهارو كان هو داخل يقول لك احنا بس مش فاضل غير ان احنا نشوف مطش حلو بزبط هي طبعا أهم حاجة الناس بتبقى مستنية مطشقات أهل وزمالك عشان تستمتع بكرة يعني الفريتين بيضموا طبعا نخبة اللعيبة في مصر ولعيبة كلها منتخب مصر وكده فالناس بتبقى بتستنى عشان تتفرغ على مطش كويس طبعا كل واحد بيبقى يتمنى طبعا فريته طبعا هي اللي تكسب بس في الأول عايزين مباراة تمتعنا يعني فنيا وانا شايف ان شاء الله بإذن الله ظروف كلها مواتية يعني حنتكلم في الفنيات بعد كده طبعا يعني هي مشكلة بس النادي الاهلي هي الغيابات الكتيرة قوي يعني اول مرة بقى في مطش أهل وزمالك الغيابات كتيرة قوي وغيابات كلها مؤسرة كل لعيبة في النادي الاهلي على استعداد وكده بس اعتقد ان الغيابات دي ممكن تدي حافز اللعيبة التانية اللي موجودة انها تبزل يعني قصارة جهدها انها تقدم يعني مبارك ويسود وان شاء الله يكون النصر حليف النادي الاهلي يعني اشتركوا في القناة